السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة وفيديو جديد كنتم مني يلقاكم بخير وعلى خير اليوم إن شاء الله هنشارك معكم طريقة تنظيف وتلميع الكوكوت أو تنجرة الضغط بخلطة سحرية رائعة كتخرج أصعب الأوساخ وأصعب الحروق وأصعب الدهون للكوكوت وختكون مدة طويلة متغسلتش وخلطة طبيعية بمكونات متوفرة في كل بيت إذا كنتوا أول مرة كتشاهدوا القناة فمتبخلوش عليا بلايك واشتراك في القناة باش يوصلكم دائما جديد ونخليكم مع الفيديو كنتمينا لكم فرجة ممتعة والمكون الرئيسي في هاد الخلطة السحرية هو سابون الكف بزيد الزيتون تيجيل لون دياله أخضر بهذا الشكل راه موجود ومتوفر كنناخدوه من بيم وإذا ما توفرش عندكم تقدروه تعوضوه بسابون الكف العادي الطبيعي وبعد ما حكيت هادك السابون حكيت غير قطعة صغيرة في الحكاكة في العيون الصغار غد نضيف ليه ملعقة كبيرة ديالملح ملح الطعام هادي ملعقة كبيرة تكون مملوقة وغد نضيف لهاد المكونات جوج معلق كبار ديال الخل ومن الأحسن نستعملو الخل الأبيض إلا ما توفرش الخل الأبيض ممكن نستعملو الخل الملون ولكن يستحسن يكون الخل الأبيض وغد نضيف لهاد المكونات شوية ديال المسخون باش غد ندوه بهذاك السابون بهذا الشكل هادا وغادي نخليه جانبا حتى كي يدوب ليه هادك الملحة والصابون مزيان ومن بعد ما كيرطاب ليه هادك السابون مزيان مع هادك الخل ومع الملحة ومع هادك المسخون غادي نضيف ليهم معلقة كبيرة ديالعجينة تغسل الأواني وغادي نحركهم وندمجهم بهذا الشكل هادا حتى كنحصل على هاد الخلطة هادي هاد الخلطة رائعة فانت نضيف وانتو ما غادي تشوفوا معايا النتيجة كيما تشوفوا معايا ديال كوكوت كيما تشوفوا معايا متسخة مدة طويلة ما غسلتهاش وفيها بوقع كيما تشوفوا معايا من الأحسن نحيدو للدين باش نحكوها بسهولة ومحروقة من التحت كيما كتشوفوا معايا وفيها أوساخ في الجواني بديال لغطة ديال كوكوت أوساخ اللي عنيدة وما كتحيدش بالغسل العادي ضروري خصها خلطة بحل هادي باش غادي تحيد منها هاد البوقع هادو كيما تشوفوا معايا هنا خديت غير هديك الليفة ديال غسل الأواني إلا كان عندكم الجيكس مل أحسن الجيكس يكون رقيق ما يكونش الغليد أولا ديال السلك يكون جيكس رقيق كي يعطي نتيجة أحسن فأنا ما توفرش عندي وستعملت هاد الليفة حرشة بقى جديدة وغادي نبدأ ننظف الكوكوت بهاد الشكل وغادي نحكها مزيان ونفس الطريقة ندير مع الغطادي الكوكوت كان ناخد شوية من هديك الخلطة السحرية وكان ذهن لغطادي الكوكوت كامل وإلا بغيتوا هاد الخلطة تعطيكم نتيجة أحسن فتقدروا تخليوها هاك كم دهونة واحد المدة ومن بعد رجعوا تحكوها وهذه هي النتيجة اللي حصلت عليها كيما تشوفوا معايا النتيجة اللي رائعة واحتصفارة كيما كتشوفوا معايا خرجات كتشعل وتحيدوا منها هادوك الدهون والأوساخ اللي كيتجمعوا فيها مع الوقت رجعت بحليلة جديدة كيما تشوفوا معايا نتيجة اللي رائعة هاد الخلطة سحرية وكترجع الأواني كيشعلو كيما تشوفوا معايا رجعت الغطادي الكوكوت بحليلة جديدة وكذلك الكوكوت كيما تشوفوا معايا ذوك الحروق اللي كانوا من التحت كلهم تحيدوا كيما تشوفوا معايا وإلا كان عندكم جيكس الرقيق فكذلك راكتعطي نتيجة أحسن وأحسن كيما تشوفوا معايا رجعت الكوكوت نقية كاتبري بدون مجهود بدون عناء خلطة اللي كتخرج الأواني بوحد طريقة رائعة وكتحيد جميع الأوساخ وجميع الدهون واخد تكون الكوكوت ديالكم مدة طويلة وما تحكتش وما تغسلتش كيما تشوفوا معايا النتيجة اللي رائعة كانتمنى تجربوها وكانتمنى تعجبكم النتيجة اللي فعلا زوينة بزاف كانتمنى هاد الفيديو كنعجبكم وتكونوا استفتوا منو وتجربوا هاد الخلطة السحرية وتردوا علي الخبار إن شاء الله هتنال إعجابكم وكالعادة ما تنسوش تشجعوني بلايك تعليق اشتراك إلا كنتو جداد في القناة وبرتاج مع العائلة والأصدقاء لتعامل فائدة وانتلقوا إن شاء الله في الفيديو الجاي خليتكم على خير وإلى اللقاء